أحد المواضيع الأولى اللي وثقتها هو رغبة البنت الزغيرة اللي فيي اللي بقيت فيي حتى لو أنا اليوم راجدة إني أعرف ليش بقوله إفتح يا سمسم بقصة علي بابا أول شي أنا بنت الناصري وبنت السوق نعم ما ربيتش بقلب السوق نفسه لكن في أطرافه وأنا مرشدة سياحية 23 سنة عشت السوق من أنا طفلي مع أهلي وعشت السوق وأنا مرشدة سياحية وشفته بكل أحواله وكل الحالات تبعته وكان عندي دايما رغبة بأنه يكون في عندي إشي في سوق الناصري اللي بعدني بعرفش شو هو فلما تعلمت في جامعة حيفا تعلمت علم أثار وتعلم تاريخ وعملت لقب تاني في علم الأديان تبلورت الصورة عندي بأنه فيه إشي ملح في داخلي بده يبحث عن الإنسان وعن تقوصه وتقاليده وعاداته في البداية فكرت أني أنا أستأجر محل ولكن ما كانش فيه ترحيب حتى من عيلة المقربة لأنه السوق أصلا يعني ما فيش فيه دكاكين مفتوحة فخفت وأخدت محل صغير وبديت فيه سنة وشوي وبالآخر انتقلت لزاوية غادة الحالية وبالأساس كان هدفي بإني أستقبل مجموعات لأشاركهن بكل إشي تعلمته عن الإنسان وعن حضارته لأنه إيماني راسخ بأنه بعيدا عن أي إشي تاني من المسميات والأشياء اللي احنا من متلق لها بصلة الإنسان هو كنز كتير كبير ومعرفته الزراعية معرفته الحياتية معرفته البيئية ممنوع البيع فبلشت أوثق وكل مرة أخذ موضوع وهيك زاوية غادة كانت محل اللي أنا بشارك فيه الناس وتطورت لكمان أشياء مثل مثلا مقهى اللي بقدم أشياء كتير خاصة من التراث حتى وجبة الفطور في زاوية غادة هي اسمها وجبة فطور الحضارات من الكفقاز اللي برشت فيه من أرمينيا اللي برشت فيها من فلسطين من أي محل ممكن تتخيله إذا أنا برصل عليه وبحب إشي بقدر قدمجه والناس يسألني عنه والمتجر كمان المهم أول شي أنا يعني ببدأ من هويتي وحضارتي الفلسطينية ولكن أنا ما بتمركز بس فيها يعني عسى بالمثال عملت توثيق ليش بنحتفل ببزوغ أول سن وكيف بحتفلوا في الأماكن الأخرى اللي حوالينا اللي أنا يعني إيه اللي صلة فيها مثلا شو التقس بأرمينيا شو التقس في تركيا شو التقس في الدول العربية فالناس بهمها إنها تسمع عن حضارة الفلسطينية ومنها بنطلق لأشياء تاني كل مرة بوثق موضوع أحد المواضيع الأولى اللي وثقتها هو رغبة البنت الزغيرة اللي فيي اللي بقيت فيي حتى لو أنا اليوم راجدة إني أعرف ليش بقوله افتح يا سمسم بقصة علي بابا ليش بدي أعرف أنا لأنه أصلا بعرفش كيف بنمو السمسم إحنا جي للأسف الشديد مش مربوطين بالزاد في الناصر يعني وين أراد الناصر اليوم فما شفتش السمسم ورافقت فلاح من كفرمندا وأطلقت يعني وثائقي بمساعدة ابن كفرمندا كمان المصور وجوابنا على السؤال عن طريق إنه تابعنا الأرض ونمو السمسم فكل مرة أنا بشارك الناس باللي بحبوا يسمعوه كيف بنمو السمسم؟ أول شي السمسم موضوع كتير كتير كبير وبمنتوج هنا مثلا فلسطين اليوم قريب علينا صنور مشهورة جدا بزراعة السمسم وكمان رحت عصنور وصورته بعدة مراحل السمسم بزرعوه بأول أيار بأخذ 120 يوم لينمو في كتير طرق حكيمة استخدامها الإنسان على سبيل المثال تخيل إنك دك تبذر السمسم فإنت بدك ترش حبة كتير صغيرة فرح تكون كتير قريبة على بعض وتضطر إنك تندرها بمعنى إنك تقلع الأشتال اللي نمت حد بعض حتى تعطيها نفس فكانوا شو يساو إذا بدي يزرعوا كيلو يحمصوا نصف كيلو يعني موتوا الحبة ويخلطوها مع النصف كيلو المليح فلما إنت بتبذروا المية مش رح يموه قديش عظيم الإشي وقديش بسيط فأنا يعني السمسم بنقول بشهر أيار بشهر ستة بيكون إلو وردة كتير حلوة على زهر أو أبيض كل وردة بتسقط بطلع محلها تاج طبعاً تراثنا الفلسطيني يا زارعين السمسم بتقول خلي السمسم عجراسه لأنه بصير يخرخش زي الجرس الخوف بالسمسم إنه إذا وصلت لمرحلة إنه حم كتير كتير نقول بقوائل شهر قاب بدي تفتح التاج ولما تقلعه لأنه فيش ماكنة يعني بتحصد السمسم بس قلع يدوي إنه لما بتقلعه من الأرض بده ينزل كل السمسم من التاج أو من الجرس على الأرض فأنت بتقلعه قبل ما يفتح التاج وبتحطه بحزم كان يحطوه على الأسقف مثلاً على الأسطح كان يقولوا والسمسم الأخضر فرش الحيطاني أغاني بالأعراس كمان مية بالمية ما إحنا تراثنا هذا اللي ببحثه بزاوية غادة الصلة بين المغنى والتراث الأمثال حتى علاقة الدين مثلاً مرة عملت إشي عن الخبز فاكتشفت إنه في القرآن الكريم ذكر الخبز مرة واحدة بإسم خبز في سورة يوسف شوي استغربت لأنه الخبز هو إشي كتير أساسي طبعاً الأمح موضوع آخر فلما بيصير آخر شهر قاب إذا كنت حد الحزم تبعوني السمسم بتسمع وهو عم بتق بق فافتح يا سمسم فبيبقى بس إنك أنت تمسك الحزمة وتنزلها لتحيط وبعدهم تعطي بالعصاي أكمني هواي هذا بتشوفوا بالفيلم الوثائقي على قناتي باليوتيوب غادة بولوس بإنجليزي زاوية غادة كانت قائمة على أول مهرجان للوثوة اللوثوة اللي عني في مثلاً ليش اندثرت هاي الزراعة من حضارتنا؟ أنا بتذكر قبل كم من سنة لما كنت تروجي لمهرجان اللوثوة صحيح وبتذكر تماماً إنه كنت كمان تعملي منتجات معينة من اللوثوة مش اللوثوة اللي بس اللي بنعرفه كحبة صحيحة إنما منتجات أخرى بتذكر تماماً هاي الصور وكان بوقتها إلي غريب يعني اللوز بنعرفه أنه أصلاقته بموسم ونتحمسله عادةً كشعب طعمته طيبة موسمه حلو بس مش أكثر من هيك يعني بالنسبة لإلي كان مهم إني أنا أوثق كل إشي بتعلق باللوز مثلاً مثل ما في ربيعية فول أخضر في ربيعية لوز أكلي شعبية كتير مهمة مرات يعني إذا بطلاش هي بنفس منطق الفول الأخضر؟ طبعاً مع لبن مع تقلاية تومي وشغلات هيك بس المهم إني أقول إنه كل موضوع مش بس اللوز أعطيك على سبيل المثال يوم من الأيام قريت في محال إنه أهل الناصري كان يطبخوا مجدرة مع شراب لمقيقة أو اللي بتسمى في الضفة مكيكة أو مقوق في طمرة أو لمقيقة اللي هو؟ اللي هو من قرون الخروب الأخضر كانوا لما يكونوا يحصدوا الخروب أصلاً لا ينضج ويصير منيح بأيلول ساعتها بالعصاي بتكتو بتبلش تساوي الرب والخبيصة وكل هاي الشغلات فكانوا يأخذوا القرون الحلال يكون حواليهن يحلبوا ويكون معهن إشي يحلي ممكن يكون دبس ممكن يكون أي نوع من عصد إذا فيه فكانوا يدقوا القرون يستخلصوا منها الإنزيم المي اللي بتطلع وبس يجيبوا الحليب يحطوا شوي شوي من الإنزيم يتخثر الحليب يحلوا ويشربوا اسموا شراب لمقيقة أو لمقيقة أو المقوق كل واحد بسميه شكل عملته هون وطبعاً كمان وأنا أدرس عن الخروب حتى أوثقه أكتر طلع معاي بسيسة الخروب الفلسطينية اللي أهل الجليل جداً مشهورين فيها مثلاً عرابي نقول دير حنة هاي الأماكن علبون عملت على احتفالية زاوية غادة سنتين عملت إشي قسمه صفوف بدبس واكتشفت بإنه لما بتغلي الخروب مع ميته عشان يصير دبس الخروب لازم تقيم المزز بقطعة عجين بس بشي مرحلة صار يعملوا كعك مع ينسون ويزتوا بقلبه فيستوا بعد عشر دقايق يسحبوا يكون متشرب هذا الدبس وأحد الأكلات اللي الناس يعني كيفت عليها فهذا اللي هدفي أمي أسويه إنه ما تروح الأشياء هاي في عندنا الطبق الفلسطيني اللي معمول من لي أش السنابل اللي أنا كمان ببيعه بزاوية غادة بشترد مع امرأة رائعة من جمعين أسماء يوسف أو مع نساء درزيات من نحف فأنا بجيب الأغراض وببيعها بس أنا كمان بحب أقول إنه ما اخترعت إيكيا ولا أي شيء الطاولة هذا الطبق كان طاولة محطوط على الحيت لأنه فيش محال بدنا نفرش بالليل ننام عشرية عشر أشخاص فكان دايما عيلي كبيري فكان دايما على الحيت أو كمان الاهتمام اليوم بيحكوا على تدوير وعلى بيئة مجتمعنا الفلسطيني جدا حساس لهذا المحل ما كانوا يكبوا إشيء أش السنابل يا يبدوا فيه بالطبون يا يبنوا الطبون يحطوا الأشياء إما يلووا يعملوا الأبعاء والطباء والقطية أو القوطة اللي هي معلقهم بزاوية غادا اللي كان يحطوا فيها الكواشين وشوية هالحلق والأشياء من خرز وشغلات يعني في هذا المحل أنا بحب أوثكه حتى أنا أقول إنه إحنا مجتمع ما فيش حدا يجي علمنا شو نساوي إحنا عنا حضارة وثقافة مهمة كمان مثال صغير لإلك مثلا إمي تعلمت من جدودها كان إلي جد إحنا أصل عيلتنا يعني سكنت فيش فعمر سيد أبوي وإمي اللي إلهن طاولة على اسمه لأنه طاولات بمقهى زاوية غادا اللي هو بقلب المتجر للأشغال اليدوية إلهن أسماء فإحنا بزاوية غادا عم نصور زاوية أبو عرب عم نصور مثلا إمي تعلمت من سيدها الكبير اللي كان يتنبى بالطقس ودائما بتواصل معه الفلاحين تعلمت تعمل مراهم للحروق ولأشياء تاني ممنوع تضيع هاي لازم تتوثق لأنه الطب الشعبي التراث بيحمل كتير من الهوية اللي لإلي لغادا أهم بكتير من إنه اليوم الصبح واحدة سألتني إذا أنا مسلمي ولا مسيحية واحدة سايحة بارحلت فيه ساعة تضليت معها للاقيت لها المحل فهي تفاجأت إني جوابتها بإنه مش لإني أنا ما بعرف مين أنا وبحبش مين أنا ولكن أنا ما بدي الناس تتعرف علي عن طريق إذا أنا هيك أو إذا أنا هيك أو إذا أنا هيك لأ بدي تعرفني بثقافتي بحضارتي الدين هو علاقة شخصية بينه وبين ربي وكل ما حدا حكالي أكتر عن الدين وحاول يزرع أكتر من اللازم بحس بأنه فقد خصوصية العلاقة مع الله فأنا ما بدي الناس تسألني وهذا سؤال متداول هنا بالأخص ما بين الناس اللي بيجي زوار هنا بديهم يعرفوا دايماً دي حطوك بآلب فأنا الآلب اللي بدي يحطوني فيه هو آلب التراث آلب هويتي الإنسانية المحدة المتعلقة بالأرض متعلقة بالأدوات الأديمة عندي هون مصطفى أدوات أديمة اللي يمكن عمرك ما شفتها بتتعلق بالزراعة لما بحكيها عنها للناس بتفاجئوا فهذا أهم كتير من أنه أنا إذا تسألني أشياء إسألني شو درست شو اهتماماتي أنا بغني بغني شو نوع الغناء اللي بحبوا وهذا أهم أول شي الناس اللي بيزوروا هون هني من طلاب مدارس بيرتبوا لهن هون حوار معاي حتى يعرفوا شوي أكتر عن الأشياء اللي بعملها بيجي هون أجانب كمجموعات وكأفراد وبيجي طبعا الزائرين اللي سكنين فيه هون في البلاد بالنسبة لردود الفعل على المكان دايما بقولوا أنه فيه إيش بيتي بالبيت وهذا مهم لألي هذا الشعور أنه أنت في بيت بالنسبة للأشغال اليدوية كمان كتير خاصة لأنه أنا بحاول مثلا فيه إمرأة واحدة وواحدة بتعمل طوابع خبز ومن طين فأنا بجيب هدولة لأبيع هنهونا ولأوثق وأشجعها كمان إنها تحافظ على العمل لأنه نتاج بلا اليوم حتى مصار يعني شوي صعب ردود الفعل على الأكل دايما فيها نوع من استغراب إن كان أنا بعمل مثلا أطباق اللي هي مثل الصراصيرة اللي هي سلطة البرغة النصروية وإن كان بعمل البسيسي وإن كان بعمل المقيقة اللي حكيت عنها إن كان بقدم اللي أنت إلاية البندورة بس ما عن نعنى عن ناشف تبعنا إن كان بعمل هن العجي بالطراز تبعي يعني مرات تستغرب إنه تتبيلي واحدة بالعجة بتخلف من منطقة لمنطقك إيش أنت بتحط فأبل يومين كانت وحدي عرايها إنه الأكل اللي داقته هون بستاهل مشلن أنا فخورة لأنه أنا بحب أني أوثق وكمان بحب الناس تنبسط ردود الفعل كتير منيحة بعد زاوية غادة لازم تنعرف أكتر شو بساوي وبتأمل إنه قسا بسيك بلاش نطلع من الكورونا إنه أرجع لأوثق وأعمل فيه براسي مثلا إسا أني أعمل لكل أصحاب المتاحف الصغيرة في الجليل مؤتمر هون ليش بتبوثقه؟ أو كل واحد يحكي عن أداة خاصة في متحفه فإن شاء الله يصير الإشي أحد الأدوات الخاصة اللي أنا بحب أشرح فيه عنها للناس تعلق بالحصاد اسمها مصابعين أو مصبعنيات للأسف عندي بس ثلاثة منها لازم خمسة هالأداة هاي بلبسها الفلاح على أصابعه لحتى يوسع إمكانية الغمري تبعته لحزمة للحصاد تكون أكبر ولحتى يحمي كمان أصابعه من المنجل أو من الحلوشي فإذا بتتطلع هون إذا كانت بس كفة إيدي معناته أنا بقدر بس أمسك كفة إيدي بينما أنا وسعت الإشي وأنا عم مالي بحصد كمان أنا عم بحمي أصابعي من إنه أنا أصاب من المنجل اللي بحصد مصابعين أو مصبعنيات طبعا هاي في إلها عدة أشكال في حتى شكل شوي أكتر مطور اللي بيجي مع إشي اسمه قحفه غملوج فزوروا زاوية غادة بشرح لكم عنه طبعا حكيت عن المصابعين أو المصبعنيات هاي اسمه بلا ماركا من بلغاريا وبتعمل نفس الوظيفة وهاي دي ما بورجيها للزوار لحتى أقول إنه حضارة الإنسان اللي بتزرع أمح مش مهم وين هي موجودة بحاجة لنفس التكنيات والأدوات اللي تستخدم هاي بتوسع الغمري كمان مرة بمسك أكتر أمح وبحمي أصابعي مثل هديك الأداء اللي ورجيتها قبل وهو الفلاح عم يحصد في زاوية غادة هاي اسمها زاوية غادة فيه إشي كتير خاص اللي هني كمان الطوابع المصنوعين من الطين من الحجر الجيري اللي موجود بجبل سيخ فإذا بتطلعوا هون في رمز اللي الفنانة اللي بتعمله المرأة اللي بتعمله بتمسك عود أو مصمار وبتعمل عليه النقوش طبعاً طبعاً الخبز بيكون للمناسبات الخاصة أو لذكرى الأموات وبيكون فيه المحلب اللي هو مش إشي كتير رخيص وبعض الأشياء التانية كتير بحثت ليش منطبع الخبز من وين تبلش هذا التقليد وكمان لقيت إنه هون هي اللي عملته إذا منوخد هاي السنبولة هي عملة السنبولة على طابع الخبز يعني الامتنان للأرض لربنا اللي أعطاهن النعم بنقلوه على خبز هن التقصي اللي لهو للعيد أو إذا كان لذكرى الأموات فعندي السنبولة هون منقوشة هون بدي أعطيكو كمان إشي حلو بالنسبة لهذا الطابع أو قالب الخبز الكعك الأصفر المرشم إيش بتريد تسميه فيه هون دوائر والدوائر هدولة برمزوا لحبات المطر اللي بتسقط على الزرع وكمان مرة الإمتنان هو إنه أنا لما بدي أطبع خبزي إنه يكون فيه إمتنان للمطر ولرب اللي أعطى هذا المطر كمان ففيه هيك عدة طوابع خبز هون هاي الزاوية مخصصة للسيراميك لعمل المشغولات اليدوية طبعا هون اللي موجود هو الخليلي الكل بعرفه منتوج رائع وطبعا الخليل ملاني بأيدي بتعمل أشغال رائعة بس فيهون منتجين كتير خاصين كمان بزاوية غادا هدولة الصواني بختلفوا لأنه هدولة بنشغلوا على يد راهبات وهني عم بيصلوا عم بنتجوا لأنه في الأديرا فيه إشي اسمه يعني العمل والصلاة مربوطين ببعض ما بقدر بس أصلي كل النهار فأنا بقى وأنا عم بنتج أنا عم بصلي فشوفوا هالزخارف الرائعة اللي بعملوها الرهبات وطبعا الخشب كمان بتعملوا راهب تاني المنتجات اللي تحت مثل مثلا الزيت والزعتر وهدول هني من قرية رائعة كرب سباستيا اسمها نصف جبيل فالنساء هناك بعملوا في صناعة السيراميك والخزف هاد وبنتجوا أشياء كتير كتير رائعة من صواني ومن أشياء ومشغلات تانية وزاوية غادا ملاني طبعا منتجات من نساء ورجال من عدة محلات هنا من فلسطين وشوي من الخارج كمان أول شي سوء البلد بعيدا حاليا عن الأماكن اللي فتحناها إحنا إن كان المقاهي وإن كان الأماكن الأشغال يدوية وكل المشاريع هو سوق جميل من ناحة معمارية من ناحة تاريخية فبسوى إنه أنا آجي وأتطلع لأنه كمان فيه إشياء عم تندثر ومرات كتير يمكن الجيل الجديد ما يعرف شو يعني صباط شو يعني باب الخوخة شو يعني روزنة شو يعني كل هالإشياء المعمارية فلما أنا بمشي بالسوق أنا برتبط أنا شخصيا كتير بحب الأذقة بحب السوق تنين أمور المواقف محلولي يعني مش لازم إحنا بس إنه نصف سيارتنا بالزبط بنفس المحل اللي واصلين عليه اليوم الحياة الجديدة هيك خففت كتير علينا بس السوق بسوء إني أمشي فيه وإذا صفيت سيارتي بأحد المواقف ومشيت أنا بس بكسب أهل السوق كتير كرمة دايما بساعدوا دايما بيكون فيه مجال إنه تسألهم فبمشوا معك حتى بورجوك وين المحل إذا كنت سائح أو إن كنت محلي فأنا بدعوهن إنهن ييجوا ويأخذوا الجهد هذا يتعرفوا على الأماكن وفيه مشاريع كتير خاصة فبسوء إنهن يدعمونا وييجوا بمعنى حتى حضورهن هو دعم أنا ما بقول لحدا تشتري أو تقعد تعال أشوف المحلات وجودك حضورك بخفف عنا وطئة الأيام اللي ما فيش فيها ولا بني آدم بقلب المحل لأنه المحل هذا نفتح للناس